طيب عايز اروح كمان لملف تاني وهنا لما بيكون عندنا معلومة او عندنا موضوع وقضية بنترحها اكيد بنفرح جدا ومنبقى سعاداء ان بعد مرور الوقت كل كلمة بنقولها بتحصل وفي فترة من الفترات كده كنا بنتكلم على ملف التحكيم وشغل لجنة الحكام في الاتحاد المصري بشكل مكسف هنا من برنامج التريند وفي نفس اللحظة النادي القالي كان اصدر بيان لو نرجع كده ونعمل فلاش باك لحاجة حصلت من حوالي 3 اسابيع النادي القالي كان اصدر بيانه واتكلم على انه هيستعين بحكام اجانب في بعض المباريات الفترة اللي جاية نتيجة الاخطاء الجسيمة اللي بنشوفها من الحكام هنا في برنامج التريند لما طلقت اتكلمت في القضية دي حطيت ايدي على المشكلة وقلت المشكلة فين وقتها اتكلمت على ان لجنة الحكام عندها مشاكل كبيرة جدا تعالوا نسمع ونشوف احنا قلنا ايه هنا على شاشة قناة الاهلي يوم 13.05 وشرحنا وقلنا مشاكل التحكيم سببها ايه لانه هرجع بعد الفيديو ده عندي خبر مهم جدا له لهذا الكلام ما كانش حصل دلوقتي ولا كانت اتخد فيه قرار دلوقتي والقرار ده هيبدأ يتنفذ من بقرة تعالوا نسمع ونشوف ونرجع لانه عندي خبر مهم جدا هعالنه ليه لجنة الحكام خادت الكلام ده واشتغلت عليه وايه اللي هتعمله ابتداء من بقرة عشان المشاكل اللي حصلت وبيان النادي الاهلي ازاي بريرا تعامل معا بشكل رسمي مع مجلس ادارة اتحاد الكرة نتابع انا اكتشفت كمان من الحاجات الغريبة ان بريرا مش بيعمل محاضرات للحكام الكابتن محمد فاروق مش محاضر تحكيمي عدد من اعضاء اللجنة ما بيستعينوش حتى بالمحاضرين اللي موجودين برا وده امر انا شايفه غلط كبير يعني هل اللجنة بتستعين بالكابتن جمال غندور ما بشوفش ده هل اللجنة بتستعين بالكابتن تامر دوري ما بشوفش ده هل اللجنة بتستعين بالحكام اللي عندهم لايسنس ودراسات وقرصات حتى اللي كانوا موجودين في رواندا قبل كده ما بشوفش ده ليه انا مش قادر اتخيل برضو وافهم هل اللجنة بتشتغل مع الحكام بدون محاضرات مش عارف برضو ده بيشتغل ازاي عشان جدا الاهل النهاردة بتكلم على حكام اجانب وليه الحق الكامل انه يطلب حكام اجانب ليه بيطلب حكام اجانب لانه شايف لجنة ما بتشتغلش شايف خبير اجنبي المفروض كان جاي بعقلية الاجانب والاوروبيين اللي هيشتغلوا ويديروا ما بقاش يشتغل بالشكل ده بقى يشتغل بالشكل اللي ممكن يتقلق خليك كده حدش يزعل بريرة في فترة من الفترات كان بيعين حكام كان بيتم تغيير الحكام وفي مباراة الاهل والزمالك اتغير طاقم تحكيم مباراة نهاء الكسف السعودية وبيريرا ساعتها هدت بالرحيل بعد ما اتغير مشي لا ما ممشيش يبقى انا هنا وقتها احط مليون علامة استفهام انت لو خبير اجنبي وعايز تشتغل صح ما تش هتسمح لحد ان يقصر المنظومة اللي انت حاططها بس بما انك سمحت ان المنظومة قصرت لا يبقى تعالى هنا نبدأ انا حزبك نقولك انت بتشتغل ازاي اتحاد الكورة والاستاذ جمال علام بعد هذه الحلقة تحديدا يوم 13.05 وانا افضلت ساكت الفترة دي كلها كان عندنا مباراة الترجي ومتشار افريقيا ومرضي تش افتح الملف ده تاني بس بعد الحلقة دي الاستاذ جمال علام والاستاذ واليد العطار اجتمع بفيتور بيريرا وقال له هو انت ما بتعملش محاضرات للحكام هو مفيش حد في اللجنة معاك بيعمل محاضرات للحكام الكلام اللي تقال ده انا عايز رد عليه هنا بيريرا رد على اتحاد الكورة وقال لهم ايه انا عندي مشكلة ان معظم اعضاء اللجنة مش محاضرين وانا قلت حتى بالاسم وقتها نائب رئيس اللجنة كابتن محمد فاروق مش محاضر تحكيمي في اعضاء في اللجنة محاضرين يعني زي مثلا الكابتن مجد رزق المسؤول عن تقنية الفار ولكن اللجنة ما بتعملش محاضرات ما بتعملش شغل عملي في الملاعب ما بتجيبش الحكام كده في معسكر وتعمل شغل عملي فالراجل اشتكى قال اه انا عندي مشكلة وهل وقتها انا مش عارف بيريرا حاب بيرمي المسؤولية لعضاء اللجنة وهل اللجنة عرفت ان بيريرا رمى المسؤولية عليهم واللي التحاد قال لهم الكلام ده ولا لا انا معرفش انا بس بقول لكم دلوقتي اللي حصل انا طبعا مش بوقعي الناس في بعضها بس انا بقول لحضراتكم ايه اللي حصل اللجنة وقتها بيريرا ايه لانا عندي مشكلة في اللجنة محدش في اللجنة متعاون مفيش محاضرات اللي معايا معظم مش محاضرين فعايز اعمل مؤسكرات عايز اعمل محاضرات طب انت بتعملش محاضرات ليه بيريرا طب خدوا بقى المفاجأة وانا وقتها لما اتكلمت على بعض الاسماء اللي قلت هي الاسماء دي ليه ما بيتمش الاستعانة بيها عشان تعمل محاضرات تحكمية للحكام ويتم يبقى فيه شغل عملي في الملاعب عشان كده بنشوف اخطاء كتيرة في المباريات وذكرت قلت الكابتن جمال الغندور والكابتن تامر دوري دول كلهم محاضرين فيفا وكان فيه كمان الكابتن ناصر عباس وكابتن احمد الشناوي فيه اسماء كبيرة جدا ولكن وقتها وذكرت قلت انت حتى لم تستعين باسماء اشتغلوا وحضروا معسكرات افريقية في رواندا والفقرة هي موجودة واسمعناها كلنا والمعسكر ده على فكرة حضروا الكابتن احمد ابو العيلة والكابتن سيد مراد والكابتن احمد ابو العيلة موجود في اللجنة على فكرة يعني هو موجود في اللجنة مع بيريرا ولكن خدوا المفاجأة لما اتكلمت في الحلقة واتكلمت على معسكر رواندا لجنة الحكام استعانت بمين بناء على الكلام اللي احنا قلناه ان اخر التعليمات اللي صدرت في معسكر رواندا كان مين موجود فيها الكابتن السيد مراد عضو اللجنة السابقة واللي حاليا محاضر في الاتحاد الإفريقي ومراقب مباريات في الاتحاد الإفريقي لجنة الحكام استعانت بيه وبرير عقد عدة اجتماعات مع الكابتن سيد مراد خلال الفترة الأخيرة على مدار 15 يوم حصل 3 اجتماعات ومن بكرة ردا على الكلام اللي احنا قلناه لجنة الحكام هتعمل أول معسكر للحكام غدا في منطقة السويس لمدة 48 ساعة لحكام الساحة وبعد معسكر حكام الساحة هيتم الاستعانة أو هيتم تواجد حكام مساعدين عدد أسماء الحكام في المعسكر يمكن الرقم مش معايا بشكل دقيق يعني حاجة و30 حكام ساحة وحاجة و50 حكام مساعد بكرة هيبدأ المعسكر بشكل عملي ومحاضرات نظرية وعملية لمدة حوالي 4-5 أيام يومين لحكام الساحة وحوالي يومين 3 للحكام المساعدين هنا الحمد لله لما بننتقد موقف ولما بنتكلم على مشكلة موجودة في أي قضية بيبقى هدفنا الصالح العام ولما بنقول معلومة بتوصل للمسؤول والمسؤول بياخد المعلومة بيشتغل عليها وتم الاستعانة بالمصريين اللي كانوا موجودين في معسكر رواندا هذا المعسكر اللي كان الاتحاد الأفريقي بينظمه كمحاضرات للحكام أو للمراقبين أو للمحاضرين اللي هم الدارسين عشان يتم توضيحات بعض الأمور الخاصة يعني تعديلات في قانون اللعبة مفاهيم في موضوع لمسة اليد بيبقى فيه حاجات كتير أكيد إحنا الحالات الجاية هنتكلم عليها واللي كان أبرز أكيد يعني كان فيه مشكلة في موضوع لمسة يد كابتن جهاد جريش أتكلم عليها لأنهم ما بيحضرش الحاجات اللي بتكلم عليها دي يعني الحاجات دي أكيداً هتكلم عليها الفترة الجاية وهتكلم على مين في مصر محاضر تحكيمي ومين مراقب حكام ومين لا محاضر ولا مراقب ولا خبير فيه ناس ممكن تعتمد في شغلها على أنها حكام سابقين ماشي حكم سابق بس الدراسات مهمة والأسماء اللي طرحتها قبل كده دي ناس درست على فكرة عدد المحاضرين المصريين اللي اشتغلوا في الفيفا ما يكملوش على مداري التاريخ حوالي ستة سبعة من أول يعني الأسماء مش حاضرة معي أنا هسيبها الحلقات جاية بس كان فيه كابتن مصطفى كامل محمود كابتن جمال غندور أعتقد حاضر حوالي شهرين ثلاثة كابتن أحمد الشناوي حالياً كابتن أصام عبد الفتاح دخل مؤخراً كابتن تامر رادوري أعتقد كان فيه اسمي كمان قبل الكابتن مصطفى كامل محمود يعني أنت بتتكلم في عدد يا دوبك على أصابع الإيد الواحدة أو الاثنين يعني عدد دول جداً فالخبراء مش كتير فالنهاردة اللجنة هتبدأ تستعيم بأحد خبراء التحكيم اللي حضر اللايسنز اللي كان موجود في رواندا طب فين أعضاء اللجنة؟ طب اللجنة ليه ما فيهاش محاضرين على أعلى مستوى؟ ده السبب اللي احنا بنشوفه إن فيه مشاكل تحكمية في المباريات واللي اللي نادي الأهلي تكلم عليها وابتدت اللجنة تشتغل بعد بياني الأهلي وبكرة أول معسكر بعد فترة طويلة جداً بريرة بيشتغل لا بيعمل محاضرات ولا بيعمل معسكر